الحمد لله رب العالمين القائل في محكم آياته لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالٍ مُبين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يُحيي ويميت وهو على كل شيءٍ قدير جلَّ عن الشبيه والنظير ليس كمثله شيءٌ وهو السميع البصير ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه من خلقه وحبيبُه بعثه الله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله فبلَّغ رسالة ربِّه أعظمَ ما يكونُ البلاغ وأدَّى الأمانة على أكمل وجه فصلواتُ ربي وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابِه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القُدْوَةُ الحسنة والمِثالُ الأكمل لما منَّ الله به عليه من الخُلُق الجميل والأدَب النبيل فجعلَ الله سبحانه وتعالى لإقتِداءَ بنبيِّه صلى الله عليه وسلم سببًا لمرضاته تبارك وتعالى وذلك لمن كان يرجُّ الله واليوم الآخِرَ وذكرَ الله كثيرًا والمُتأمِّلُ في سيرته صلى الله عليه وسلم يجِدُ أنَّها قد حَوَتْ جميعَ مكارِم الأخلاق التي اتَّفَقَ عليَّها فُضَلَاءُ البشر ونُبَلَاؤُهم ولمَ لا؟ وقد وصفه ربُّنا سبحانه وتعالى بقوله وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ولما سُئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خُلُقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خُلُقُه القرآن وكذلك أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت ما رأيتُ أحدًا أحسن خُلُقًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيُّنا صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا ولا صخَّابًا ولا يجزي بالسيئة السيئة بل يعفُو ويصفح صلى الله عليه وسلم وكان متواضعًا في غير ذلة فهو الذي كان يمرُّ على الصبيان فيسلِّم عليهم وهو الذي كان يحلِبُ شاتَه ويخصِفُ نعلَه صلى الله عليه وسلم وكان يُجالِسُ المساكين ويُجيبُ دعوة من دعاه ولو إلى شيءٍ يسير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وقد أمرنا ربُّنا تبارك وتعالى بوجوب اتباع نبيِّه صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة لمن كان يرجُ الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا من هنا وجب على جميع أفراد أمَّته أن يعلموا مواقعهم حال اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فالزوجُّ يعلم النبي الزوج والأبُّ يعلم ويعرف النبي الأب والجدُّ يعرف النبي الجد فإذا فَعَلْنَا ذَلِكَ وَحَقَّقْنَاهُ كُنَّا مُجْتَمَعًا مِثَالِيًّا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هو المِثَالُ الأَكْمَلُ لِلأخلاق صلى الله عليه وسلم وأهلُه رضوانُ الله عليهم كان لهم الحظُّ الأوفر والنصيبُ الأعظم من هديه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أما كونُه زوجًا فهو صلى الله عليه وسلم كان نعم الزوج فهذه أمُّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين سُئلت عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يخصفُ نعله ويخيطُ ثوبه ويعملُ ما يعملُ الرجالُ في بيوتهم وهو نفسُه صلى الله عليه وسلم الذي كان يُسابِقُ أمَّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتسبِقُه مرَّة ثم يسبِقُها مرَّة ثم يُخاطِبُها قائلاً لها أهاذِه بتلك وأما أمُّ المؤمنين صفية رضي الله عنها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعُ رُكبته الشريفة لتضعَ قدمها حين تركبُ وعيرَها رضي الله تبارَكَ عنها وأرضاها وأما عن وفائه لزوجه خديجة فحدِّث عن ذلك ولا حرج فهو الذي كان يذكرُها بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها فكان صلى الله عليه وسلم يقول في حقها لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدَّقتني إذ كذَّبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد وأما عن أبوته صلى الله عليه وسلم فهو الأب العطوف الشفوق صلى الله عليه وسلم فهذه ابنته الزهراء فاطمة كانت حين تُقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يقوم لها ويُقبِّلها بين عينيها ويبسُط لها ثوبة ويُجلِسُها عن يمينه ويفيض عليها ببعض أسراره ثقةً منه فيها رضوان الله تبارك وتعالى عليها وأيضًا بُكاؤه صلى الله عليه وسلم على ولده إبراهيم حين توفِّي فوقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفًا راضي بقضاء الله وقدره لكن عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم وقلبُه مُمتلِئٌ بالرِّضَى إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وأما عن حاله صلى الله عليه وسلم مع أحفاده فقد كان نعم الجد صلى الله عليه وسلم فهو الذي رأى الحسن والحسين مُقبلان عليه هو يخطُب على المنبر فيمشيان ويعثران فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويصعد بهما ويُجلسهما بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يحمل أمامة ابنة ابنته زينب رضي الله عنهما على كتفيه في الصلاة فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيا إخوة الإسلام إن الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه وبأحواله مع أهله وأهل بيته سببٌ رئيسيٌ في استقرار البيوت وفي تنمية المجتمعات وقبل أن نبرح مكاننا هذا نهنئ المحافظة بعيدها القومي وذلك في الذكرة السنوية التي تنتهجها المحافظة لذكرى وقوف أجدادنا في وجه العدو الذي كان يريد أن يغتصب الأرض والعرض فتكاتف أجدادنا وتحالفوا فيما بينهم فوقفوا في وجه عدوهم فجزاهم الله خير الجنزاء عن حسن صنيعهم ومن هنا أيضاً نرفع أكف ضراعتنا لله تبارك وتعالى من أجل إخواننا في المغرب وليبيا سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهداءهم وأن يشفي مرضاهم وجريحهم وأن ينزل على قلوبهم برد الرضا بكل قضائه وجميع قدره إنه ولي ذلك ومولاه عباد الله أكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب البشير صلى الله عليه وسلم فبالصلاة عليه تكشف الهموم وتفرج الكروب وتغفر الذنوب فاللهم صلِّ وسلِّم وأنعم وأكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبِّت بالحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آت نفوسنا تقواها زكِّها أنت خير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين اللهم أنزل على بلادنا مصر الخير صبًّا صبًّا يا ذا الجلال والإكرام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم وسلِّم وأنعم وأكرم على عبدك ونبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة